بعد في الخصوصية ولمد فيه خيار جدا 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 مميز صراحة التحقق من الامان عندك خيارين قبل الخيارين شفايدة هالميزة تحقق من الامان يقول لك تقدر تطرد اي شخص سويت لمشاركة ملف صورة ملاحظات ايميل اي تطبيق سويت لمشاركة مع اي شخص اخر تقدر سوله طادد خلاص تطرده وتشيل الحساب من عنده بس قبل لسوي عادة تعيين تقدر تروحها للادارة ادارة المشاركة والوصول يجيب لك الاشخاص طبعا الفيس اي دي يجيب لك الاشخاص اللي انت معطيهم مشاركة في التطبيق في الملاحظات في صور في ايميل شوف يقول لك مراجعة الاشخاص مراجعة التطبيقات ام الحساب لو سويت متابعة يجيب لي الاشخاص اللي انا مسون معاهم مشاركة يعني مثلا هالشخص انا مسون معاهم مشاركة في الملاحظات في ملاحظة ان يقدر انا هون عدل عليها فبمجرد اني اقدر من هالخيار اشوف الناس اللي انا مسوي لهم مشاركة وبعد هنا عندك خيارين لأشخاص لأشخاص اللي يمسوي لهم مشاركة والمعلومات التطبيق اللي يمسوي لهم مشاركة أقدر أحدد التطبيق أو كل التطبيقات مع بعض وأسوي إيقاف المشاركة وأقدر أسوي مراجعة المشاركة يجيب لي الشخص اللي أنا معطيه للمشاركة للتطبيق هذا وبعد أسوي لي إيقاف المشاركة أو من الخيار الأول يعادة تعيين الطوارق Face ID بتسوي يعادة تعيين وتغير كل مستر أبل ID تزيد أمان حسابك وترتاح إنه ما عندك أي مشاركة لأي تطبيق مع أي شخص آخر حتى لو سو هالشيء بدون علمك